ينضم إلينا من عمان رجا طلب الكاتب والباحث السياسي سيد رجا يعني دعني أبدأ من تصنيف موذز السلبي للاختصاد الإسرائيلي يعني في ظل كل هذه المعطيات وفي ظل الخسائر التي تمنى بها إسرائيل ألا يمكن أن يشكل ذلك ضغطا عليها لوقف هذه العملية العسكرية طبيعي أولا مساء الخير طبيعي أنه من المفترض أن يكون مؤثر ولكن أنت تعلمين أن العقل الذي يقود إسرائيل الآن هو عقل متطرر في يميني آخر همه كان الاقتصاد أو حياة الاستقرار في دولة الاحتلال بصورة عامة واليوم كان تعليق نتنياهو يعني تعليق يدلل على عدم الاقتراض إطلاقا بهذا التصنيف هو يريد أمامه هدف محدد يريد تحقيقه بغض النظر عن كل التداعيات والنتائج التي ستتمخذ عن هذه الحرب التي لم يسبق لإسرائيل أن خاضطها في تاريخها منذ 75 عام وبالتالي هو يفكر فقط في كيفية تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يجول في باله والذي وضعه في رأسه كهدف أساسي ينقذ حياته وهو إدامة أمد الحرب من أجل أن يكون هناك فترة ما أو نصر ما أو تطور ما يستطيع إنقاذه من المحكمة ويستطيع إنقاذه من أن يدخل التاريخ بصورة المهزوم طيب يعني التصنيف أيضا أشار إلى التداعيات الواسعة إذا ما فتحت إسرائيل جبهة جدية في الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان هل يمكن أن يشكل ذلك أيضا يعني مثل جرس إنذار لإسرائيل من أجل ألا تخوض مثل هذه العمليات العسكرية وألا تفتح هذه الجبهة لا أعتقد أنها ستوقف أعمالها العسكرية إذا كانت هناك نية أو قرار متخذ من مجلس الحرب بخوض حرب في جنوب لبنان في شمال فلسطين المحتلة بكل تأكيد هذا التصريف لن يؤثر لأنه مثل ما أشرت العقل اليميني الذي يحكم إسرائيل نتنياهو ومجموعة الاعتلاف معه من القوة الصهيونية والصهيونية الدينية شموترش وبن كافير وأيضا شاس لن يردعهم هذا التصنيف هم ماضون من أجل تحقيق هدف أساسي هذا الهدف القضاء على حماس أيضا العودة إلى قطاع غزة الاستمرار بالاستطان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضا هذا هو الهدف الأساسي وبالتالي كل التداعيات الاقتصادية هي أشياء ثانوية في حساباتهم السياسية على أي شيء ترك أن إسرائيل هل تعول على أنها ستعوض من قبل الولايات المتحدة والغرب لا أعلم كيف يفكرون ولكن أنت تعلمين أن إسرائيل ليست دولة بالعالم الثالث إسرائيل دولة صناعية وتستطيع عندما تنتهي الحرب أن تعيد بناء اقتصادها بالطريقة التي كان موجودا عليها قبل الحرب ولكن الآن إسرائيل يعني عاجز غلاف غزة كان هو سلة الغذاء الأساسية من كل الأطعمة والفواكه والخضروات وأيضا شمال غزة كان شمال فلسطين كان أيضا مهم جدا للاقتصاد الإسرائيلي كل صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة كلها متوقفة الآن فبالتالي هذا كله عندما تنتهي الحرب يعاولون على أن يعيد بناء الاقتصاد وتعود التنمية الاقتصادية مرة ثانية هذا هو المنطق إذا كانوا يفكرون بهذا الشكل قد يكون هذا التفكير صحيح ولكن هناك نقطة مهمة جدا كيف يستطيع الإنسان في دولة الاحتلال أن يطمئن إلى استقراره على المدى البعيد طالما أن الصراع قائم وطالما أن هذه الجولة من الصراع قد تعود في أي وقت طيب هنا الحديث أيضا عن نية إسرائيل هل هي بالفعل جادة في اقتحم رفح بوتيرة متسارعة وهل بالفعل إذا قامت بذلك هل هي جادة أيضا في مسألة التهجير العكسي أو إعادة النزحين إلى الشمال بتقدير أنها جادة لأنه لا يوجد أمام خيار من أجل تحقيق ما يسمى بالانتصار إلا الدخول إلى رفح هذا الدخول مكلف جدا على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد العسكري ولذلك وصلت التحذيرات من كل الأطراف تقريبا في العالم أنه يجب أن لا تتم هذه الخطوة ولكن هذه الخطوة اتخذت رسميا بمجلس الحرب وأعدة الخطة والخلاف الحاصل الآن بين هيرزي أليفي رئيس الأركان وبين نتنياهو هو على التفاصيل الفنية على كلفة هذه الخطوة وليس على أهمية هذه الخطوة الخطوة مهمة استراتيجيا بكل تأكيد إذن هناك نية حقيقية لإسرائيل أما بالنسبة لعودة السكان إلى الشمال أنا أعتقد هم الإسرائيليون أنفسهم لا يريدون ذلك هم يريدون أن يقوموا بالعملية بمعزل عن كل النتائج السلبية واللاإنسانية التي ستكون بسببها طيب يعني هنا التساؤل يعني في أي شيء كان التهجير إلى الجنوب وإلى أقصى الجنوب وعمليات الإزاحة كان التفكير يأخذنا إلى أن إسرائيل بذلك عازمة على فرض سياسة الأمر الواقع بتهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية وترحيلهم إلى سيناء لكن الآن بما تنتويه وبما تصرح عما تنتويه بأنها ستعيد النزحين إلى الشمال مرة أخرى لضرب رفح يعني ما الذي ستضربه في رفح يعني هي بذلك تقوم بأشياء مختلطة هي أعتقد أن قيادة حركة حماس والسنوار تحديداً يحيى السنوار هو موجود ومحمد ضيف موجودون في رفح هذا الاعتقاد لا ندري كم أو مدى دقته هذا من ناحية من ناحية ثانية هي تريد أن تخلق واقع يصبح فيه التهجير إلى سيناء حالة إنسانية يعني إذا لم يتم التهجير سيكون هناك مآسي ستقول للعالم هناك حل هذا الحل قد يأتي تحت عنوان حل مؤقت الهجرة إلى سيناء ومن بعد ذلك لفترة بسيطة والعودة مرة ثانية إلى رفح هذا الكلام قد يكون وارد في عقل الإسرائيليين عسكريين وسياسيين ولكن النية هذه قد يبطلها الصمود المصري المصريون منتبهون تماما لخطورة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الأمن القوم المصري وأن أي هجرة من غزة إلى سيناء لن يكون هناك هجرة عكسية مرة ثانية سيكون هناك استيطان دائم سيكون هناك إقامة دائمة وهنا تختلط الأوراق ويصبح هناك نوع من أنواع التحديات بين إسرائيل سيد رجع حتى لا تتوم مننا هذه الجزئية هذا ما فهمناه جميعا من الممارسات الإسرائيلية منذ اللحظات الأولى لهذه العملية العسكرية ولكنها الآن بالإعلان عن نيتها إعادة الفلسطينيين النازحين إلى الشمال هي بذلك تبطل هذا المخطط وتبطل مسألة الأمر الواقع هي مرتبكة إلى درجة كبيرة بالردود التي تمت على متطلبات حماس كان هناك رد واضح رفض إسرائيلي هؤلاء الذين يقولون أن يعيدون المهجرين إلى الشمال في الرد على طرحات حماس ومطالب حماس كان هناك بند يقول لا لعودة النازحين إلى الشمال إذن هناك تضارب في المنطق الإسرائيلي وهناك تناقض في الكلام بشأن رفح والشمال غزة إذن هناك ارتباك إسرائيلي أو هناك خداع إسرائيلي لا نعلم كيف يمكن أن يقولوا ويردوا أنه لا مجالة لعودة النازحين إلى الشمال والآن يقولون أنهم يريدون تحريك النازحين إلى الشمال والقيام بعملية واسعة أنا أرى تناقضا كبيرا ولا أعلم أين الحقيقة صراحة وإذا ما عادوا إلى الشمال يعني ما الذي يضمن الإسرائيل ألا يكون قادة حماس من ضمن الذين يعودون يعني هي بذلك تناقض نفسها تناقض الفعل يناقض الفعل والتصريحات حتى التصريحات تناقض التصريحات بكل تأكيد لأنها هي حالة ارتباك يعني المشهد الإسرائيلي برمته مرتبك مرتبك على مستوى الشارع مرتبك على مستوى السياسيين على المستوى السياسي على مستوى الحكومة داخلها على مستوى الكابينت هناك أزمة عميقة بدأت تدب في كافة أطراف ومفاصل دولة الاحتلال وليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يؤشر على حالة الارتباك وحالة الفوضى في اتخاذ القرار يعني عندما يقوم نتنياهو بمهاجمة وزراء لأنهم لم يعارض ويعاجموا ورقة باريس يعني إلى أين وصلت هذه ليست دولة وهذه ليست حكومة بالمقاييس العالمية أو المقاييس الطبيعية إذن هناك حالة فوضى وارباك واضحة يعني لا يمكن إخفاءها طيب صفقة التبادل مصير صفقة التبادل في ظل هذه المعطيات يعني إسرائيل ما زالت تدرس رد حماس والوسطاء يتحدثون عن أجواء إيجابية وإن كانت تتوصف أيضا بالمعقدة في المباحثات بين الطرفين أنا بتقديري هذه الصفقة صعب أن تتم لأن هناك تناقض كبير بين السقف الذي طلبته حماس وبين الرد الإسرائيلي الذي أشرت إليه قبل قليل الرد الإسرائيلي يتضمن ماذا؟ يتضمن ما يليه؟ أولا لا انسحاب من غزة لا وقف لإطلاق النار دائم لا مجال لعودة النازحين إلى الشمال يعني يريدون أن يكون في الشمال منطقة بفرزون منطقة عازلة هذا هو المشروع الأساسي وأيضا لا يريدون رفع الحصار إذن كيف يمكن الجسر على الهوة بين الطرفين؟ لا يمكن أنا بتقديري نتنياهو الآن هو في داهب إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر مع عملية رفع المرتقبة فبالتالي هو ماضي في خطته التي يريد فيها أن يبقى رئيسا للحكومة لأطول فترة ممكنة بالتآلف والتضافر والتعابض مع اليمين المتطرف بحكومته لا يريد أن يخسر هذا اليمين وهذا اليمين طبعا يغريه ويشبع غروره أن يكون هناك مزيد من القتل والدمار والحرب في غزة طيب يعني الولايات المتحدة وعدم دعمها للهجوم على رفع حليثني إسرائيل عن هذه الممارسات؟ يعني الولايات المتحدة تعطينا من طرف اللسان حلاوة كما يقول المثل نحن لا نريد أقوال نريد أفعال ماذا فعلت الإدارة الأمريكية بالفعل على أرض الواقع من أجل أن تقول إسرائيل كفا؟ لم تفعل شيئا هم فقط يعطينا تصريحات تغازل الجمهور العالمي تغازل بعض الجماهير في الولايات المتحدة التي رفضت الحرب وتعاطفت مع القضية الفلسطينية ليس أكثر بعد تدني شعبية بايدن وتدني شعبية الحزب الديمقراطي بشكل عام إذن هي مجرد تصريحات لا يوجد هناك أي فعل عملي نستطيع أن نقول أنه فعلا قد يوقف العدوان على غزة إلى هذه اللحظة لا يوجد مجرد تصريحات وتصريحات متناقضة بالمناسبة الحديث عن المنطقة العازلة طبيعة هذه المنطقة هي واضحة؟ ملامح هذه المنطقة واضحة المعالم؟ يعني المنطقة العازلة في الشمال ستكون عبارة عن عمق كيلو متر وعلى طول الحدود القديمة التي كانت مع غلاف غزة من أجل أن يكون حاجز صد ولكن أنا بتقديري كان هناك جدار العازل وكان هذا جدار إلكتروني ومهم جدا وأمنيا يعني لا يستطيع العصفور أن يتجاوزوا إلا بإنذار إذن كيف يمكن للمنطقة العازلة أن تخلق أمن؟ هذا المنطق الذي يفكر به الإسرائيليون هو منطق القيت ومنطق الحرب من وراء جدار هذا منطق عفى عنه الزمن ولا يمكن أن يعود الزمن بهذه التكتيكات والاحتياطات الأمنية إلى الوراء إسرائيل تواجه أزمة وجودية أكثر مما هي أزمة عسكرية فنية وبالتالي أنا بتقديري روح المثابرة وروح المقاومة التي تولدت بسبب طفان الأقصى في غزة والضفة الغربية وعموم العالم الإسلامي والعربي أنا بتقديري ستستمر وستكون قوية ومثل هذه التكتيكات العسكرية التي تفكر بها إسرائيل لم تكون لها أي جدوى على الصعيد التكتيكي والاستراتيجي أيضا هناك فشل دريع في هذا الموضوع سيد رجا طالب الكاتب والباحث السياسي من عمان شكرا جزيلا لك